هالفرق ما بيننا وبين الاخرين السنغال اتغلبت مبارح اتغلبت صح فزنا عليها نعم نجمينا العالم محمد صلاح والجون والكورة واللي رجعت والدفاع يعني لكن فضل من عند ربنا ربنا مش عايز يزعلنا ولا يزعل الميت مليون في كل مكان والستين سبعين الف اللي كانوا مبارح بسم الله ما شاء الله السادي القاهرة مبارح اعلى مستوى من المفيش اكتر من كده والاجمل من كده لالجمهور العظيم التنظيم الهايل جدا جدا الناس اللي دخلها بانتظام مفيش حاجة خارجه عن اي شيء كله حاجة بصراحة مبهرة مبارح وهو استاد يعني ودي منتخبنا العظيم وان شاء الله ربنا يكرمهم كلهم تكلم على كل النجومنا اللعبه مبارح واللي هي لعبه ان شاء الله المباراة الجاي ايوم الثلاثة ان شاء الله لاتكون الساعة السابعة بالتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى وهي المباراة الفاصلة والحاسمة ان شاء الله يكون الفرحة بإذن الله ومتلات بالليل ان شاء الله نحتفل مع بعض فأدي نجومنا مبارح هل فيهم واحد أصر؟ لا هل فيهم واحد ملقبش مبارح؟ لا هل كان عندك مشكلة مع أي حد؟ لا انت ايه الهدف؟ داخل هذه المباراة عشان أفوز بهذه المباراة ده رقم واحد انت داخل مطش ده؟ لقدر الله لو السنغال مبارح سجلت هدف كان ايه شكلنا؟ كان ايه منظرنا؟ كلنا كان بقى عندنا أمل؟ لا ما كانش يبقى عندي أمل أنا عندي النهاردة أمل النهاردة عندي أمل ان أنا فست واحد صفر هنا على أرض في مصر واروح هناك أنا عندي الفرصة الأفضل من السنغال ليه؟ السنغال تحت الضغط الجماهيري الملعب اللي يبقى فيه سبعين ثمانين ألف يوم الثلاث هيبقى ضغط من أول ثانية انت تستطيع انت تستغل فرصة واحدة لمحمد صلاح أو أي حد يسجل عندك هذه الفرصة وبالتالي انه هو هو مضغوط وانا الرائح مش مضغوط ده الفارق السنغال احنا نبارح ربنا كرمنا ايه؟ أول خمس دقائق ما فيش أحلى من كده بتسجل هدف أول خمس دقائق تضع منتخب السنغال اللي هو كان عايز يعمل البداية فالبداية كانت معاك انتا وبالتالي العبك تعمل ايه بعد كده؟ تفتح الملعب قدام الأساطير اللي موجودة قدام الناس اللي هما بيلعبوا بسم الله ما شاء الله أطوال 2 متر وانت طالع دي مش تقيمة كرة خدم حتى ما نيه؟ ما شاء الله ما نيه ده بيلعب مصارعة وديكوا شايفين كان بيعمل ايه كمان؟ ولكن في الآخر انت قدرت تجري وتلعب وتمسك الماتش وكمان تحافظ على فوزك اللي انت من أول خمس زي متقدم على منتخب السنغال فحافظ عليه لآخر ثانية في المباراة بس دي نتيجة مش عايز غير كده من رجالتنا ولادنا مش عايزين غير كده الفوز فقط لا غير كنا بنبحث عن الفوز قلنا قاله وسجلنا هدف تاني وكنا قدام الهدف التاني مصطفى محمد أو تريزيجي كنا قريبين قوي من الهدف التاني صراحة وهم كانوا قريبين يجيبوا وخلي بالك الحاكم ما كانش كمان منصف معانا يعني لأسف ما كانش كان عندنا كان لازم يطرد رقم 6 من السنغال لو واحد أول مرة راحكم في حياته كرة قدم كان لازم رقم 6 ده يضطرد والراجل حط إيده في جيبه فجريوا عليه مانية وغيرهم فقالوله خلي بالك ده يضطرد فراح الراجل جامل السنغال خلاص الدنيا كلها معترفة انه جامل السنغال تخيل بقى لو طرت هذا اللاعب رقم 6 كان بقى المطش ازاي يبقى درقم واحد رقم اتنين عندك ضرب الجزاء صحيحة وأي حكم جات من دماغه جات أنا مالي هو الحكم ماله انها من دماغه لإيده هي جاتش إيده لما جاتش في منطقة الجزاء جاتش إيده في منطقة الجزاء تديني ضرب الجزاء طب انت مدتنيش يبقى انت الظلم كمنتخب مصر اتعرضت الظلم مبارح منتخب مصر يبقى الرجالة دي تشكر تشكر انت المتخب السنغال يا جماعة حريفة كلهم لعيبة وكلهم بيرقصوا بيمسكوا كورة وعارفين نفسهم فين واماكنهم واضحة مع بعض ومنيك طبعا من نص الملعب بياخدوا يرقصوا يدخلوا يشوت وربنا كرمنا في أكتر من كورة انه وقتاني بقول لها مبارح كل واحد الرجالة قدم عليه وانا بحييهم وده دورنا يا جماعة دورنا يا جماعة دورنا المنتخب محتاج دعمنا وكلنا يا جماعة هم خلاص ساعات وربنا يكرمهم ونطلع كاس العالم الاداء عايز حضرتك الاداء وبعدين تقعد ولا مغض النظر على الاداء واروح انا كاس العالم انا مش عايز اداء انا عايز اروح كاس العالم في الاخر هيتقالك قديت ولا روحت كاس العالم انهي فيهم اللي احنا عايزينه كلنا كالمية مليون نقاد واعلام واجمهور وكل الدولة عايز امين حضرتك اختار عايز اداء ولا كاس العالم انا بقولك هو عايز كاس العالم مش مهم الاداء النهاردة حضرتك انسى الاداء انسى الاداء حضرتك مبروك والله يقول له مبروك ورجالة بجد ورجالة عايز دعم يا جماعة انا عايز دعم وانتو عايزين دعم وكلنا ندعمه نشتغل كل الساعات اللي جاية كفاية نقد كفاية ادعموا المنتخب حرام عليكم الناس دي محتاجة كل كلمة كويسة من الحد ما يرجعوننا بالسلامة واحنا منتصرين ورايحين الدوحة نوفمبر القادم يا رب تسوي ايه الحكاية دي انما كل واحد يقولك ما ادو من ايه ما ادوش انت عايز اداء ايه قدام السنغال وكيروش كمان مدرب محترم جدا لان انت عارف كمان انت تعمل ايه